شكرا لكم متتبعي الأوفية على المتابعة والدعم المتواصل شكرا لكل شخص كي يخلي لي تعليق وكي وضع لايك وكي بغتاجي الفيديو شكرا لكم بزب اليوم سنشارك معكم طريقتي في تحضير أرواح وأبسط وألد المعسلات الرمضانية اللي هما البلغات بسم الله على بركة الله المكونات عندي ميتين وخمسين جرام ديال طحين أبيض فورس مغربل ميتين وخمسين جرام ديال زنجلان مسخن شوية في المقلات مشي محمر غيكي يكون سخون مزيان رشة من الملح ملعقة كبيرة ديال زبدة تكون درجة حرارة المطبخ زبدة خاصة بالأكل أصفر بيضة واحدة ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات ما يعادل تقريبا ثلاثة ونص جرام أو ربعة جرام ملعقة صغيرة ديال نافع مطحون ملعقة صغيرة ديال القرفة مطحونة تلات ملاعق كبيرة من ماء الظهر وهندي الماء عادي باش غادي ناجل ممكن ديرو كيمية ماء الظهر أكتر من الماء ولكم الاختيار هنا كنضيف ملعقة كبيرة من الزيت نباتي مع ملعقة صغيرة من الخل إما الأبيض إما الخل عادي هنا ضروري ما تغربلو هاد المكونات بحال النفع والقرفة غربلوهم زيان بغربال أو صفاية اللي كتكون أرقيقة كنضيف العناصر كاملة أصفر بيضة وماء الظهر كما اذكرت لكم ممكن ماء الظهر يكون نصف الكيمية ماء الظهر والنصف ديالها ماء لكم اختيار أنا هاد ماء الظهر عندي شوية آآ قوي استعملت تلات ملاعقة كبيرة ديال ماء الظهر وكملت بالماء بالنسبة للماء استعملتوا ماء عادي من الروبيني كان بقى نضيف الماء شوية بشوية ما نضيفش كيمية كتيرة هاد العناصر اللي اذكرت لكم ممكن ضعفوا المقادر مثلا نتطيروا نصف كيلو ديال البحين مع نصف كيلو ديال زنجلان وكتخليوا أصفر بيضة وتخليوا نفس القياس ديال النفع والقرفة ممكن ضعفوا العناصر الاخرى كما لاحظوا هنا هاداك الكاس ديال ما بقى لي فيه تقريبا ربع كاس ديال ما كان ضيف رشات خفيفة حتى كتجمع وكان حصل على هاد القوام هذا ما خصاش تكون قاسحة بزاف ما خصاش تكون خفيفة بزاف كيكون قوام يعني متماسك ونديرها في قطعة ديال البلاستيك ونخليها مدة ديال عشرين دقيقة حتى تلت تلاتين دقيقة ممكن أكثر كتزيد كالترطاب كالترخاف أكثر هنا غادي نديها ونجيبها يعني ديالك خفيف جدا ما كان ديالك هاش نكع فقط كنجمعها في المرحلة الأولى وكنوضعها في قطعة ديال بلاستيك وكنخليها كترتاح لاحظوا معايا كيفاش كتولي ارتباء يعني دك الشيء لاش كنخليوها يعني متماسكة في الاول هنا غادي نقسمها القسمين متساويين كما كتعرفوني دائما كنبسط في هادي السيلبات ديال سيليكون ماشي ضرورية بسطوها فوق الرخامة فقط او اي حاجة كتبسطو فوقها غادي ناخد قطعة نضاعها في قطعة ديال بلاستيك وكنرش شوية ديال تحين في سطح العمل وكنحط الكورة الاولى وهنا غادي نبسطها بدلاك نعطيها سمك رقيق ضروري البلاغات ما يكونوا رقاق مخصومش يكونوا غلط كنأكد هادي المسألة هادي كنرققها مزيان ومرة مرة كنهزها نتأكد انها ما لاسقاش في سطح العمل هدا هو السمك المحصل عليه السمك اللي رقيق وكنقلب انها ما خصاش كون لاسقة كتقطعها بجرارة نعورة مصننة وهد الاطراف اللي غادي نقطعورها كنجمعهم ونرجعهم القطعة ديال البلاستيك ما خصاش تنشف في حالة يعني انشفات لكم هاد الاطراف هادو او البقايا اللي كيبقاو نضيفوا رشة خفيفة ديال الماء او ماء الزهر وعركوها شوية وجمعوها وديرها في قطعة بلاستيك وغتصرفوها بنفس الطريقة هنا ممكن تقطعوها اما بطعبة دائري اما بطعبة عمربي اما تديروها بجرارة بهاد الشكل هادا انا كندير عيني ميزاني ما كنعبر متى حاجة كنقطع بهاد الشكل هادا تكون مربعات متساوية ره بطبيعة الحال كنشوفو غنعرفو القياس اللي بيدير مستارة ره ممكن يدير سنتيمات اللي غادي تعجبوه بطبيعة الحال القياس انتوما اللي بغيتو كبيرة ولا صغيرة يعني عينكم ميزانكم هانتوما شاهدوا معي طريقتي ره واضحة وسهلة كنقطع كما كنقولو عيني ميزاني بيديرو العبار تعبرو بشي حاجة عبرو بطبيعة الحال لكم كامل اختيار كناخدو المربع كنقلبو انا ما كنديرش داك الوجه اللي اللي بسط هو اللي الفق كنقلبها باش كتلساق بكل سهولة هنا ضغطوه مزيان بزاف الاخوات يعني يطلبوه مني هاد الوصفة كيقولو ان هم كيتحلو الوقت ديال القليل الى سديتوهم زيان بهاد طريقة هادا ما يتحلوش لكم نهائيا كنوا متأكدين غالي عجي نخصتكم بهاد الشكل هادا تكون رقيقة ماشي غليضة وندخل صبعي لداخل وكندغط مزيان لاحظو كنخرج صبعي وكندغط ما كيبقاش يبانو هادوك القنيتات اللي الفوق طريقها رها سهلة وواضحة راني درتها لكم يعني مقطع شوية طويل باش يكون واضح كندخل صبعي لداخل كنقلب هادوك القنيتات واحد فوق واحد ونزيد نضغط عليه كنحصو على بلغة يعني القياس اللي بغيتون تومه نقولوا هادو قياس سبعة وثلاثين بثمانية وثلاثين يعني من باب الدعابة فقط اللي كتلبس شين مرارة غتلقاها عندي بطبيعة الحال اي سؤال مرحبا طرحوه لي في التعليقات ديالكم غادي نجاوب عليه بكل فرح لان هنا كنأكد انكم تضغطوا الى هادوكو القنيتات مزيان كما لحتوا انا المربع راني كان قلبه مشي هادا اللي الفوق هو اللي كان دير كان قلب لحتوا معه كان قلب المربع اللي بغي يقطعها بالطابع مربع راي قطعها اللي بغي يقطعها بدائري هنا نفس الشي الكرة التانية كان نرش شوية طحين كان نرقق العجينة مزيان نرققها كتكون انا حاول ان انا نقرب لكم الصورة اكتر باش تكون واضحة وهدوكو الجنيبات جمعوهم وديروهم في قطعة ديال البلاستيك كنأكد الى هاد جناب الوقت اللي كتجمعوهم كيقساحو ديرو رشة خفيفة عليهم ديال اللماء او ماء الزهر ويعركوهم شوية فوق سطح العامل حتى تطلق شو اللي عجينا مطلقها الى تلصقات لكم بزرد ديرو رشة ديال الطحين وها هي بحلولة تماما هنا كتكتو عينكم مزانكم بلكم شي مستطيل شوية اعريض حيدو بحال هكا غد نحيدهم وكنجمعهم انا ما كان عبرش اللي بغد تعبر بمستارة ولا تدير واحد القباري ديال ورق مقوى مثلا وتقطع بيه ممكن كنحصلوا على بلاغة هات الشكل هادا حتى غد نتهي ركعت هنا ما شاء الله هاد الكمية سهلة سهلة ركت جمع دوك القنيتات مزيان والضغط عليهم رهما كيبقاش يبانو ما كيتحلوش نهائيا كان اكد ما كيتحلوش الوقت ديال القلي ديالهم لاحظو هنا كاناز المربع كنقلبو حتى غنكمل الكمية ديالي كاملة ضروري ما نخليهم كينشوفو واحد نصف ساعة او ساعة او اكثر وكنوجد مقلات ديال الزيس كتكون نار متوسطة وكنبدا كنوضاع البلاغات ديالي ما خصش تكون نار مهيلة بزاف تكون متوسطة نبدا كنقلب فيهم الوقت اللي كيشتوا راسهم كنقلب حتى كياخدوا واحد اللون ذهبي نسقطرهم مزيان من الزيس ونوضعهم في العسل اللي كيكون بارد ما خصوش يكون طبيعي الحال سخون انا هنا العسل القسمته على جوج اه اتنا جرات وكنسقطرهم زيان من العسل وها هو الشكل ديالي المحصل اللي بغي عمرها باللوز مسلوق ومقشر ومقلي ولا محمر في الفران كيعمر دوك القنيتات باللوز انا غالبا كنديلها اللوز ولكن في هاد الفيديو ما درتش فيها اللوز نهائيا خليتها كاكا هادية كتعمروها باللوز كتجي معتبارة كتجي قرمشة وكتجي الشيشة وليدة هادك الخل اللي كنضيف لها كيزيدك الشيشة وخاقتكم القرمشة هو السر ديالها هادك القرمشة والمضاق ما نعودش لكم كيجي رائع جدا جربوها بصحتكم وراحتكم هدا هو القوام ديالها خليت لكم راحة في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انياored شكرا